ليس كل شي تحكونا للناس ليس كل شي تسالفون بالناس ولو كان صديقك بعضنا يركب مع تاكسي يعطيه قصة بيته كلها كاملة يركب مع واحد اللي قابل واحد في قطار يسالف له عن كل حياته بعض الناس يركبوا الطيارة مع اللي جنبه يعطيه سواليه في بشاكله في العمل كلها كاملة و ليه و ليش و ليه تحكي هذه الأشياء لازم تحسن أين تضع الأخبار هذه أسرار بيتك أسرار عملك أسرار حياتك أسرار شخصيتك ركز معاي أسرار شخصيتك يعني بعض الناس يعني كل شي يخرجه و لذلك لازم أن نحسن هذا الأمر كله حتى نحسن أن نضع الاستشارة عند المتخصصين فيها أو المشكلة عند المتخصصين فيها و لا ننقل الأخبار إلا فعلا لمن يستطيعون علاجها بإذن الله تعالى بعض الشباب اليوم يجي يسولف حق صديقة صار لي و حصر لي أبوي مع أمي مشكلتهم كذا أخواني مشاكلهم و الصديق هذا تركه تفرقا و لكن هذا الصديق لا يزال يقول بيت فلان لا كله مشاكله ولدهم كان يسولف لنا و بعض البنايات تسالف حق صديقاتها بحكم الميانة والله يا إخوة أنا يعني أعلم نفسي حتى من يستشيرني ما أسأله في الموضوع الذي استشارني فيه دربت نفسي على هذا ولو كان قريبا مني ما أسأله وش صار في الموضوع وش حصل خلاص استشارك في موضوع انساه ما تجيب له طاري بعض الناس أعوذوا بالله حياتي حياة أسرارك كلني أدري عنها و كل يخبر بها و كله و حتى الاستشارة اليوم ليس كل أحد تستشير يعني عندك موضوع أنت الآن ليس يعني ينبغي عليك كعاقل كعاقل تستشير عشرة لماذا انتقي الحكماء العقالاء الذين تتق فيهم و خلاص و تضمن أن هؤلاء يحفظون أسرارك و يحفظون كلامك و يحفظون أخبارك و يحفظون أمورك سواء كنت كبير أو صغير سواء كنت رجل أو كنت امرأة هكذا إذا أردنا أن نعيش هكذا و ليس كل شيء نتكلم فيه يعني فيه أمور في بيتك ما لدى يتكلم فيه أخي عيالنا و هم عيالنا رجال الآن الحمد لله ليس كل شيء نتكلم و إياهم فيه ولا كل شيء نقول لهم ولا كل شيء نخبرهم به هكذا الحكمة لذلك أنادي من عبر هذا المنبر منبر قناة المجد عبر هذا البرنامج المستشار أناديكم جميعا يا عقلاء يا عقلاء ليس كل شيء تتكلمون فيه أمام أولادكم و ليس كل شيء تتكلمون فيه أمام زوجاتكم ولا كل شيء تذكرون أمام الناس ولا كل شيء تسالفون بقدام الناس المجالس ليست هي مكانا يعني نجعلها لسوالي في بيوتنا و أسرارنا و حياتنا و أمورنا بعض الأصدقاء بعض الزملاء اللطافة مطلوبة المزح مطلوب الدخول الدخال السرور مطلوب و لكنه أيضا بقانون معين بقانون معين في أشياء لا يجوز لك شرعا أن تكشفها ولا أن تبينها و تحاول أن تتعفف عن ذكرها أصلا أو أن تخبر بها إن أردنا أن نعيس سعداء فما لنا إلا هذا الحل بإذن الله تعالى شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة